موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديدة الفيديو ديال اليوم جاع عن طلب بزاف ديال المشتركات اللي تلبوا مني وجبات خفيفة للعشاء وفي هذا الفيديو هادا هدي نشارك معكم جوج ديال الوجبات اللي كيجو اكتر من رائعين للعشاء والدادين بزاف انا ما بايتش ندلليكم كتر من جوج ديال الوجبات هكا بش ميجيكمش الفيديو طويل لانا بذات الاخوات تشكوا ان الفيديوهات كيكونوا طوال بزاف فهكا غدي نحاول ندلكم فيه غي جوج وصفات لانا صورت ربعة وان شاء الله غدي نحاول نشارك معكم جوج وصفات اخرى خلال هاد الاسبوع ومتسونيش دائما بلاي لايك ديالكم باش يجعوني ويلا هون بدأوا فيديو اول وصفة غدي نقترحها عليكم هي صندويتشات ديال شاورمة باللحم اللي كيجو اكتر من رائعين بمكونات ليهما جدا بسيطة مغادش نحتاجكم بزاف ديال العقد فيه اولا يعني عطرية اللي كتكون معقدة فغدي نحتاجوا لحم كمية انا هنا عندي تقريبا 1-200 جرام ديال اللحم لقطعتها رقيقة بهذا الشكل هذا اما لحم البقر اولا لحم الغنمي على حسابكم عندي بصلة كبيرة لقطعتها مربعات عندي ملاقة صغيرة ديال الخل جوج ملاعق كبار ديال زيت المائدة ووجوج ملاعق كبار ديال الياغورز الطبيعي عندي ثلاثة ديال الفصوص ديال تومة محكوكين وبنسبة للعطرية اه الى عندكم عطرية الشوارمة استعملوها الى ما عندكم شادي تستعملو هاد العطرية هادي كتجي بها اكتر من رائعة غدي ناخدو اه تقريبا نصف ملعقة ديال الكمون نصف ملعقة ديال الفلفل الاحمر الحلو نصف ملعقة ديال الزنجبيل ونصف ملعقة ديال توم بودرة وكذلك عندي اه نصف ملعقة صغيرة ديال اه الكاري يعني عطرية الكاري وبالنسبة للحر فكيبقى اختياري تقدروا ما تديروش واكيد هدي نحتاجوه احتى الملح والفلفل الاسود فهدي العطرية اللي كنحتاجوها كتجي اكتر من رائعة واكيد انتو ميلة كتفضلو عطرية الشوارمة ديروها انا واخد تكون عندي متوفرة صراحة ما نديروها لانه كتجيني قوية بساف خصوصا كيكون فيها اه هنا يبعده بخصوص اللي كناخدها انا هنا جاهزة كتجين فيها العطرية قوية بساف فكانفضل ما ناخدهاش وكانكتفي بهذا العطرية كتجي اكتر من رائعة فكيما اشتف زلافة غادي نوضع القليل من الملح القليل من الفلفل الاسود وغادي نخلط جميع المكونات اللي اعطيتكم وغادي نخلي هاد اللحم يترقت قريبا واحد ربع ساعة حسن نصف ساعة ولكن عندكم الوقت ممكن تخليوه احتل اكتر يعني في تلاجة اكي تحتفظو به في تلاجة باش هكي يعني يتشرب مزيان هاداك اليهورت ويتراليكم ويطيب ضغية مل احسن فالما كاش عندكم الوقت ممكن تطيبوه مباشرة فقط ضغي واحد خمسة دقايق حسن العشرات دقايق تخليوه يرتاح واصلا هاداك الخل اللي درنا فيه غادي يخلي داك اللحم يترى ويتبلينا ضغية من الاحسن للحم دائما كيموكت لكم قطعوه رقيق يعني يكون شرائح ليهي طويلة ورقيقة بهاد الشكل هادا وصفيف ميقلات دينا ووضعو القليل من الزيت وغادي نحاولو نبقى مع التحريك الدائم حتى يتبلينا هادا الحم دينا في الاول غادي تلاحظو انو يتلقليكم شوية الماء وبقوا كلها شوية تحركوه حتى ينشف تماما بهاداك الماء اللي تلقت البصلة والياغور الطبيعي وذك شي مهم اللحام وذك شي كامل حتى ينشفو يولي بهاد الشكل هادا ودابا غادي نحتاجو باش نصايبو ساندويتشات اكيد الخبز الخاص با اما خبز تورتيلا او للخبز العربي انا كان اخدوه جاهز يعني لحسبكم توما اكيد ان شاء الله غادي نوعدكم اني غادي نحضر معاكم الخبز العربي او لخبز تورتيلا في اقرب فرصة ممكنة اه اللي بنسبة للناس اللي ما كيلقاوه الجاهز وبنسبة لذك شي المرافق على حسبكم انا هنا خديت البصل قطعتو الى شرائح طماطم وعندي هنا يالخس كدالك قطعتو الى شرائح صغيرة ودي تحتاجو المايونيز او الياغور الطبيعي والجبن على حسب انتو ما شنو بحيتو تديرو فالساندويتش ممكن تديرو حتى الطحينة بالحمص يعني اذا كانت عندكم متوفرة انا سلت لي ما بقيت ليش فكتفيت بمايونيز فكما اشتو هنا غادي تاخدو هاد الخبز الخاص با بالساندويتشات يعني هاد خبز التورتيلا او الخبز العربي وغادي توضعوا كمية من المايونيز نبعدها دي تديرو الخس ديرو الطماطم البصل على حسبكم داك الشي اللي بايتو تديرو وديرو كمية من اللحم اللي طيبناه لحم الشوارمة وصفيو اتنيو يعني الخبز ديالكم بهاد الشكل موضح في الفيديو اكيد يعني كلكم كتعرفوا يعني الطريقة كيفاش نديرو واكيد يعني هاد الطريقة ديال اللحم اللي اعطيتكم ديال الشوارمة ممكن تديروها حتى في الباقيت ممكن يعني كيجو ساندويتشات رائعين في الخبز يعني الساندويتش اي حاجة يعني اي خبز بغيتو تستعملوه وما كانش متوفر عندكم هاد خبز التورتيلا ممكن تديروه انا يعني مع اي طريقة يعني ما نصعبوها شعلينا اي خبز كان عندكم ممكن تستعملوه فكيبقا غي هاد الطورتيلا يعني كيجي افضل في الشوارمة وكيما شو العطرية ما اعطيتكم شي حاجة معقدة كلكم ممكن انكم تلقو هاد العطرية هدي بالنسبة للناس ليما يبهوش يستعملوه بحالي عطرية الشوارمة لانك تجيني قوية بساف موسيقى اه بالنسبة هنا يكي ماشتون بعد ما كمل جميع الساندويتشات اللي عندي في مقلات يعني سخنتها شوية وحاولت اناني نحمر يعني هاد الخبز من الجهتين ونسخنوه لاناني ما سخنتوش قبل كي ماشتوه وإلا عندكم انتوما الالت ديال البانيني ممكن توضعوه في الالت البانيني كيبقا لكم الاختيار فصفي انا غدي نستمر بنفس العملية حتى نكمل يعني جميع الخبز اللي عندي ونطلقوه من بيت باش نشوفو الشكل النهائي هدا هو الشكل النهائي ديال الشوارمة المنزلية اللي صيبنا صاندويتشات كيجيو اكتر من رائعين صراحة ما كينش بحال يعني الحاجة اللي كتصيب في الدار كتكون يعني علي الدكنقية وكتجي الديدة صراحة يعني انا كناكل هنا الشوارمة بالراس وفي محلة لبنانية او تركيا او ايرانية يعني كيديروها كشوارمة ولكن صراحة ما كيكونش داك الحم بنين فهدو يعني اقتراح لي هو بسيط للعاشة انتمنى انه ينال اعجابكم وننصحكم انكم تجربوه وتشاركوا معي الصور اه في الفيسبوك هادشي كيسعدني بزاف وكنشكر جميع الاخوات اللي صفتولي اه تطبيقاتهم للوصفات اللي قدمت ليكم وجاوكم رائعين ليعطيكم الصحة وتبارك الله عليكم وشكرا لانكم شاركتوا معي الصور وعجبوكم الوصفات اللي قدمت ليكم فصفي كان هدا هو الاقتراح الاول للعاشة نتمنى انه ينال اعجابكم وغادي اندوزو دا با بشنا نعطيكم اقتراح تاني للعاشة بالنسبة الاقتراح التاني اللي غادي نقدمو لكم للعاشة وهو ادينا ندرو واحد سباكيتي بالخضر اللي كدجي اكتر من رائعة لدي دا بساف وصحية بالنسبة لهنا غادي نحتاجو بصلة كبيرة لقطعة عشرة يحتويلا بهاد شكل هادا غادي نحتاجو واحد الفلفلة حمرة مقطعة يعني بهاد شكل هادا وواحد العلبة ديال الشامبينيو اللي قطعتهم بهاد شكل هادا وبنسبة الفلفل ممكن يعني تعودو بالفلفل الاخضر او لا يعني اي خضرة ممكن تكون عندكم حتى الكوسة رامزيانة وغادي نحتاجو الصوس الخاصة بالباستا اللي كتكون جاهزة انا كناخدها جاهزة سعملو اي صوس خاصة بالباستا اللي كتاخدوها جاهزة بالنسبة للعطرية غادي نحتاجو ملعقة صغيرة عامرة ديال البابريكا نصف ملعقة صغيرة ديال الفلفل الاسود ملعقة صغيرة ديال تومبودرا ملعقة صغيرة ديال الزعتر وشوية ديال الحار يعني الحار ما كتكتروش بزاف انا كنبغيغي شوية النسمة ديال الحار ما جيش بزاف وغادي نحتاجو كنور غي واحد نصف حبا ديال كنور او لده ما تلبنا ديال اللحم لان ما غاديش نديرو فيه لا لحم لا دجاجة جي في الخضر يباش يعطيها واحد لده و ويعطيها واحد البنه بحلا رافيها اللحم فيلا بغيتو تصغنوا عليها صغنوا وعودوها بالكفتاء او لعودوها بالدجاج صدر ديال الدجاج على حسب كنتو ما ممكن تضيفوا الاضافة اللي بغيتو وصفي يعني غادي نحتاجو اكيد الزيت اللي مدكرتهاش في المقادير اما بنسبه السباكيتين اللي استعملتها ديال القمح الكامل لانا كتكون صحية اكتر فيعني نحاولو اننا ناخدو باستا اللي تكون ديال القمح الكامل ولا ما كانتش متوفرة استعملو اي سباكيتين اي نوعية تكون عندكم في البيت ممكن انكم تستعملوها بنفس الطريقة بنسبه الباستا اكيد راكو كلكم كتعرفو كيف جديرو تسلقوها وضع البستا ديانا تسلق عادي ونحضر خضرات ديانا كما ترى مقلاد القليل من الزيت اما تضيف زيت المائدة او زيت زيتون على حسب كومتومة نقل هذه البصلة جيدا حتى تقلها يعني تدبالش شوية نضيف لها شوية ديان الملحة و شوية ديان الفلفل اسود ونستمرو هكف التحريك حتى نحسو بها انها هبطت نزلت كما كان قولو شوية ونبعد غادي نضيفو الفلفل الاحمر يعني نضيفوه حتى نشوفو البصلة نزلت ونضيفو الفلفل الاحمر لانو ضغية كاي طيب حتى هو ومع التحريك الدائم يعني مرا على مراح الركوب بش ما تحرقش ليكم الخضروات وتكون يعني اكيد على النار متوسطة ونبعد غادي نضيفو العطرية اللي درناها ونضيفو ديك نصف غا نصف يعني حبة ديال كنور او ديال دامة البنة يعني نضيفوها ونبعد يعني في الاخر هادي نضيفو اللي شامبينيون اللي عدنا معلبة ممكن تديرو اللي شامبينيون العاديين طريين إلا كانوا متوفرين عندكم حتى نشوفو الخضروات ديالنا تابت وغادي نضيفو السلصة الخاصة بالباستا انا كناخدها كما كنت لكم جاهزة بنسبة البنت اللي عايشين هنا هدي سولوني مين كناخد هاد السلصة هدي السلصة كناخدها من دولار ما تقريبا غادي دولار خمسة وعشرين والدي ده بزاف زوينة بزاف وما فيهاش يعني لا يعني ممنوعات لكحول احتشي حاجة انا دي ما كان قرر المكونات زوينة بزاف هاد الماركة هدي اللي وريتها لكم في الفيديو بنسبة للناس اللي سكنين هنا اما بنسبة لأي اخت اخرى تشري اي نوع السوس السوس الخاصة بالباستا او السباكيتي اللي كتعجبها من المحلات التجارية وصفي كما اشتو غادي نحرك المفاشد في السلصة غادي نحرك المدة ديل ثلاثة دقائق ونضيف سباكيتين بعد ما تسلقت ونحرك جيدا بمدة جوج ديل دقائق ونتفعليها من نار وها هي عندي العشيوة ديالي جاهزة كما اشتو سهلة مهلة وغيب الخضروات يعني ماشي ضروري هنديرو اللحوم دائما في وجبة العشاء فرق تجيل ديالة بزاف وحتى الناس اللي كيمشوا العمل ممكن انهم ياخدوها معاهم الاطفال كذلك المدرسة يعني زوينا بزاف وفيها خضروات والديدة انا اكيدا غادي تعجبكم فنتمنى ان هاد الوجبة التانية تكون نالتي ايجابكم ما تنسوش الى عجبكم هاد جوج واجابات تخليوا لي لايك ونتمنى اني ما نكونش طولت عليكم بزاف هالفيديو ويكون جاكم قصير غادي نحاول ما امكان بقى نقصر الفيديوهات لاناني كانت فهم بزاف الناس كيجوهم فيديوهات يطوال لايحسل العوان كيلي ما عندوش الوقت انه يتفرج يعني مدة طويل ادي هال 20 دقيقة او الى 18 دقيقة فانا غادي نحاول ما امكان بقى نقصر الفيديوهات اللي ما زال ما مشتركاش تشترك بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو نقول لكم مع السلامة وانتلقى ان شاء الله في الفيديو الماجي يلا باي 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 بسلامة